السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة إن شاء الله تكون مميزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة معنا النهاردة في هذه الحلقة كلام مهم جدا بيأكد لنا أن اللعب على المكشوف وبيثبت يوما بعد يوم إن بفضل الله الكلام اللي احنا قلناه بالنسبة لحروب آخر الزمان أو مقدمات حروب آخر الزمان كانت صحيحة بنسبة كبيرة تعالوا نبدأ مباشرة الحلقة بتاعتنا وكل من دخل معنا الآن في العرض الأول لهذه الحلقة ضغط على زر الإعجاب لايك ونشر الحلقة على جميع المنصات إيه اللي بيحصل في كندا؟ اللي بيحصل في كندا بقاله فترة أمور غير طبيعية حرائق متواصلة لا تهدأ حرائق الغابات لا تهدأ فيه أمور غير طبيعية مش لقين لها تفسير في كندا الوزدياد معدل حرائق الغابات كمان الأعاصير اللي بتضرب كندا زي إعصار البلترا في كندا اللي هنشوف دلوقتي مشاهد منه وإحنا بنتكلمه هوة الإعصار بتاع كندا مشاهد غير اعتيادية بتؤكد لنا أن في جنود ربانية بتتحرك وأنا قلت لكم أن كندا من أوائل الدول من أوائل الدول كندا وأمريكا والمكسيك المربع ده من أوائل الدول اللي نجم الآيات هيضربها بقوة يعني هتتعرض لشبه إبادة يعني يقول أحاديث ونبوءات وكلام أهل الكتاب وانا عملت حلقات ارجعوا للحلقات اللي على القناة لأني باتكلم كلام ضقيق في هذا الأمر كمان تعالوا نشوف قمر الدم في تركيا قمر الدموي يظهر في تركيا بوضوح زي ما احنا شايفين المشاهد القمر الدموي يظهر بحجمه الكبير في سماء تركيا طبعا في ناس بتربط موضوع القمر والكواكب واصطفاف الكواكب وزوحة لما يقترن مع المشترى الكلام ده بصراحة يعني أنا عن نفسي باجت في محظورات كبيرة جدا وعن نفسي شخصيا لا أحاول أن أروج لهذا الكلام يعني بأتوجس منه خيفة كبيرة جدا لأن الكلام دوت فيه نصوص يعني تكلمت ونهت عن ربط الأحداث الكونية بأفعال العباد حرقات الكواكب والنجوم والمدارات نقول لو مش عارف الكوكب ده التسق واقترن بداي يبقى مش عارف ممكن يحصل إيه بصراحة لا أفضل ولا أميل تماما لهذه الفرضية طبعا من أين لآخر الكذبات بتاعة الوكالات العلمية اللي يعني بصراحة متسلطة على الناس علشان يتحكوا عليهم أصبحت يعني مش عايزة أقول إيه يعني مشاهد أصبحت كوميدية اتقلبت الحكاية والكذبة بتاعة الاحتباس الحراري والكذبة بتاعة تغير المناخ والكل ديات كذبات وتغير المناخ شيء ملموس ولكن هو بيديك مصطلح عشان يتوهك عن الحقيقة كمان اللي بيحصل دلوقتي بقى شيء زايد قوي عن الحد واستخفاف كبير بعقول الناس يعني لما تطلع جريدة بريس الأمريكية أشهر الوكالة من الوكالات الإخبارية بتتكلم بتقول إن الاحتباس الحراري عرفنا أسبابه إيه عرفنا خلاص أسباب الاحتباس الحراري تخيل إيه هي الأسباب الحج هو اللي بيتسبب في الاحتباس الحراري طيب أنت إما تسمع الكلام ده والتعلق تقول إيه دي كوميديا ده كلام بيستهزئوا بعقول الناس اللي بيصدقوهم فقط اللي بيصدقوهم بس هم اللي بيتم الاستهزاء بتفكيرهم إيه الكلام ده تخيل إن الوكالة مشهورة جدا وكالة بريس الأمريكية طالعة بتقول إن في مقالة من المقالات إن الحج بيتسبب في زيادة الاحتباس الحراري عشان الكثافة العددية بتعمل كربون والكربون ده في الجو بيزود الاحتباس الحراري طبعا أنا عرضت ليك من يومين كذب أو من ثلاثة يام كذبت الاحتباس الحراري وإن هما في أمريكا كبار خبراء الطقس بيقولوا إن ما فيش حاجة لكن في الماضي فيه احتباس حراري ولا في المستقبل احتباس حراري وكل دوة كلام فارغ حبيت إن أنا يعني من كل حلقتين ثلاثة كده بديك حتى باين لك إن كل الكلام اللي هما بيقولوه وبيحاولوا يسبقوه بالصبغة العلمية ليس له علاقة أصلا بالعلم فضلا عن استضامه الصريح بصريح القرآن الكريم سيبك من وكالة ناس وكل الكلام ده ناس كدبين كلهم تعالوا بقى نشوف أخطر ما في هذه الحلقة بايدن في زلة لسان يلمح ويتكلم عن حرب الفرات تعالوا نشوف العنوان اللي بيزهر قصدنا نقلا عن وكالة أورينت بيقول لسان بايدن يخونه مجددا بايدن بيتكلم عن بوتين فبيقول ايه بوتين سيخسر الحرب في العراق ركز اوي اوي بيقول بوتين بايدن بيقول ان بوتين هيخسر الحرب في العراق ايه رأيكم في هذا الكلام قال لك في زلة لسان جديدة وقع فيها الرئيس الامريكي بايدن في خطأ فادح خلال اجابته سؤال الصحفيين حول تمرد مجموعة فاغنر في روسيا فقال بايدن لصحفيين ان بوتين يخسر الحرب في العراق بدل من ان يقول في اوكرانيا هل تعتقد ان هذه زلة لسان لا اعتقد تماما انها زلت لسان وافتكروا كلام الراجل دوت اما تكلم عن الامام المخفي اللي هو الامام المهدي وان الناس دي عارفة كل حاجة وفهمة كل حاجة وعارفين جيدا ان النزاع مع روسيا الخناء الكبيرة مع روسيا مش في اوكرانيا تذكروا كلامي هذا جيدا الخناء الكبيرة سوف تحدث عند مصبات الفرات حيث البحث عن جبل الزهب ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس اما يقولك ان بوتين هيخسر الحرب في العراق يعني تفهم ان فعلا ان في حرب هتحصل ما بين امريكا وما بين روسيا واطراف ناحية امريكا مع امريكا يعني زي الناتو واطراف تبع روسيا زي الصين وزي الدول دي وهيبقى الملعب عنده كنز الفرات يعني حبيت ان انا فهمك من هذه الجزئية ان اللعبة على المكشوف وان بايدن مش زلت لسان لا ده كلام بيباين ليك بيديك رسائل مبطنة ده اعتقادي دي مش زلت لسان ده اعتقادي الاحداث اللي احنا بنشوفها واغدى صبغة دينية من التراز الاول لكن للأسف الاعلام هو اللي قاعد لاعب في دماغ الناس الازرع الاعلامية اللي مفهمة الناس كلام غلط في غلط كله يعني اديك مثلا موقف لما يطلع في حرق المصحف في السويد المجرم اللي حرق المصحف في السويد بيطلع الناتو ركز اوه في كلامي ده بيطلع الناتو بيقول ايه بيقول ان دي ما نقدرش نسميها ان هي اعتداء اعتداء على الاديان لا دي حرية حرية التعبير بيقولوا كده ويطلع بايدن اللي بيقول ان هم امة مثلية نحن امة مثلية يعني قوم لوط يطلع بايدن يتكلم كلام سلبي عن موضوع حرق المصحف وفي نفس الوقت تلاقي بوتين طالع حاضن المصحف في سدره تفهم ايه من الكلام ده كله الناس صحقا للتحليلات السياسية لا ملهاش اي لازمة ملهاش اي قيمة افهموا الكلام يطلع واحد حاضن المصحف تكون لها استجلاب لمشاعر المسلمين ده غدغة لمشاعر المسلمين ناس بتقولك احنا قريبين من الاسلام وناس بيقولولك احنا اعداء للاسلام ده اللي احنا بنشرحه للناس ان روسيا بالرغم ان الكفر من لواحدة ولكن بتحاول تواجه النظام العالمي الخطير اللي عايز يبقى الفرات في اعمال عنف شغالة خطيرة جدا جدا في فرنسا وفي بلجيكا وفي سويسرا اعمال عنف واحنا قلنا الكلام ده كله هدفه ايه؟ هدفه تركيع اوروبا للنظام العالمي الجديد وما فيش اي احتمال الا دوت وفي نفس التوقيت للأسف في دعوة لحرق المساجد والانتقام من المسلمين معدل الاسلام بياخذوا اوروبا بيزيد جدا في اوروبا يكفي ان اقولك ان فرنسا معدل الاسلام بيزيد جدا فيها وان الخطر القادم مش هيبقى من المسلمين العرب هيبقى من المسلمين بتوع اوروبا بن قسين ابناء اسحاق الا هيفتحه القسطنطينية كما اخبر النبي النبوءات بتتحقق ايها الاحباب بعد قليل ان شاء الله هنطلع معاكم في حلقة بس مباشر اخطر ما يمكن ان تسمعوا مش هقول غير كده وبس انتظرونا ان شاء الله الساعة 12 او 12 وربع بتوقيت مصر بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته